الأخ أبو محمد من أبو ظبي يقول يا شيخ أنا أرغب في صلاة الجماعة لكن ما أستطيع الذهاب للمسجد بسبب قضايا مالية وصدر ضبط إحضار بالنسبة لي هل يجوز أصلي في البيت إلى أن أسوي أموري القضائية أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يفرج كربتك وأن يسر أمرك نص الفقهة على جواز تخلف المكلف الذكر البالغ عن الصلاة في مثل هذه القضايا وهي خوف الغرماء وهذا محل اتفاق عند أهل العلم ولذلك إذا أنت تعتقد بأن الغرماء سيأتون إلى المسجد ويحصل إضرار بك كما تعتقد يجوز لك حتى تسوي أمور لكن لابد لك من أن تبيت النية وأن تصلح الطوية وأن تسأل الله عز وجل أن يسر أمرك وإذا كان عندك مثلا أشياء تبيعها حتى تسدد الديون هذا أمر واجب عليك بارك الله فيك لكن عموما ممكن لك أن تصلي في البيت وقد نص على هذا جماهير أهل العلم على أن من يخاف الغرماء يجوز له التخلف عن صلاة الجماع حتى تنتهي قضيته مع الغرماء